الدكتور محمد المرشيد أخي الصائي في العلاج بالأشعة العلاج الأورام وخصوصا أمراض تدي أنشأت مع الدكتور عبداللاطي فبوه اللي عنده نصر اختصاص مركز الكندي في أواخر 1988 وقبلناه بعلاج المرضى اللي تتوافده على هذا المركز بحيث أنه في تكلق كان المركز طربات لتابع الصحة ومركز الطالبية كذلك واللي كان في القطاع الخاص هو مركز العلاج الكندي كانت أمراض السرطان تتكون عندهم الجراحة في المستشفايات في المغرب وخاصة في المستشفايات الجامعية وبعض الأدوية بالمواد الكيموية ولكن الأشعة ما كانتش متوفرة بغازارة والكندي جاء وساعد الأمراض لديهم الأشعة في دوروفهم والماء العلاجات اللي بدأت في 1998 و1990 و1990 كنشوفوا الناس والعيالات والرجال الذين تعالجوا كينيين يكملوا 30 عاماً بعد العلاج وعندهم واحدة الحياة الطبيعية كذلك كينيين بعد الناس اللي تيذيروا بمضاعفات واللي يعودوا يرجع لهم المرض وكذلك كنا نكملوا لهم تاني العلاج لهم لكي تبقى عندهم حياة طبيعية وكفورتابل المركز يرجع بقريباً جميع أنواع السرطان منها السرطان سرطان الكولون سرطان البروستات سرطان التدي سرطان العنق رحم سرطان الخاشوم الكافوم لارنكس كذلك يعني سرطان الحنجرة والحلق وسرطان الدماغ وعندهم المواد الكيموية كذلك كي تتعالجوا هذا الناس خص فرقة منسجمة ما بين الأطباء المتخصصين ما بين الإنعاش الأطباء المتخصصين في الإنعاش وكذلك المهندسين للأشعة والتقنيين من الممرضات ومتقنيين للأشعة كذلك وهذا الفرقة اليوم عندها تجربة كبيرة في هذا المركز وكي يقوموا هذا وجه بالعمل لهم يوميا جميع الأحطيات اتخذ وخال يوم ما مالي إنا وإحنا بجوج في واحد المحل كبير ومهوي وباش تسمع الكلام مزيان ما يخص الناس يحافظوا على هاد المسائل والنصائح اللي كي يسمعوا ويتبعوا نصائح الأطبة ونصائح المسؤولين في الصحة لكن ما ما لازم وليجي الألدين مهمة والتباعد كذلك الجسمي ما تنقولوش التباعد الإنساني التباعد الجسمي نكونوا بعاد ونحترموا القوانين ومن يكونش الاكتضاد الاكتضاد لا في الأسواق ولا في المستشفيات ولا في المتاجير وهذا يكون غير خير إن شاء الله والناس يدير الجلبة لهم لأنه تيتبين الآن بأنه الجلبة مهمة وكتحمي من هذا المرض الذي تنطلب الله تبارك وتعالى يبعد علينا هذه الجائحة ونجعل حياة طبيعية إن شاء الله من ناحية النصائح نسينا التغذية التغذية مهمة جدا لأن الإنسان يكون بكلنقية ومزيانة وفي أوقات مرتبة وكذلك رياضة على الأقل 30 دقيقة المشي يوميا أو 45 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع في الصباح من الأفضل كي يكون الهواء نقي والإنسان يلقي وعنده الوسائل يتتمشى الخارج يتتمشى ويدير الكمامة ويأخذ الحطيات تتمحدد الجائحة كذا وشكرا كيف يكون شهر رمضان يكون شهر مبارك إن شاء الله ويدخل بالخير لبلادنا ولجميع البلدان الإسلامية وجميع البلدان العالم بني آدم بحال بحال في العالم بأسره شهر رمضان اللي عنده صحته يصوم المرضى لا يكلف الله ونسان إلا وسعاه اللي مريض فننصح الناس اللي عندهم مواد الكيموية والآشعة باش يشربوا الماء فرد بلا ما يبقاوش بلا ما لإنه هاد المواد مسمومة وخصوهم ينقيوا الجسم لهم منها وإذا بقوا صايمين 14 و 15 ساعة الكيلي كتعياء والكابيد كتعياء كتعياء وكيمكن يؤدي بهم هاد الشيء المسائل لا تحمدوا عقباها من الملكينا في المراكز اليوم وهما آلة العلاج بالآشعة للطورات وحتى طور من قطع النظير بحيث أن المضاعفة الأشعة نقصت باستعمال هذه التقنيات اللي موجودة اليوم في المغرب لا في المستشفيات العمومية ولا في المراكز الخصوصية وهذا الشيء يقوّل حضوض العلاج لأنه كان قطع النظير مهم جدا وكذلك كان مقصوب من مضاعفة الأشعة مثلا في سرطان الحنجرة والحرق بالآلات القديمة كان الناس يمشي لهم إدفال لهم ويبقى الفم لهم نشف يقضون صموخ ثم دائما يشربون الماء مدروا هذه السنوات عديدة هذه التقنية الجديدة موجودة في المغرب وفي الطال الويضة وفي بعض المدن التي تحمي الناس من هذه المضاعفة كذلك سرطان البروسطات وسرطان عنق أراحيم وسرطان القائم المضاعفة التي كانت تحصل في المتانة يعني لابيسي وفي القائم تكون عندها عواقب وخيمة بحيث أن الناس يمكن أن يدوزوا بالدم وخصصهم يكونوا في المسحة لكي يدوزهم بالدم هذه المضاعفات نقص بكثيرا في بعض التقنيات الجديدة والحمد لله كذلك المواد الكيموية حصل فيها واحد تقدم كبير من ناحية المواد الكيموية ولا المينو تيرابي ولا العلاج تيرابيك سيبلي كانت أدوية اليوم المضاعفات المواد الكيموية وتعطي نتائج مهمة وخاصة سرطان تدي وسرطان الكولون وسرطان الرئة لبعض الناس سرطان الرئة يستفيدون من هذه العلاجات والنتائج لا تكون حسنة وحسنة من قبل وهذا التقدم سيبقى مع الأبحاث اللي واقعة والمغرب سيساير هذا التقدم اللي كي اليوم بتكوين المستمر للأطباء والمماردين والتقنيين ومؤتمرات عديدة وخاكين الحضر اليوم كي يكونوا بالويبينار مع البعد والتي سيشاركوا فيهم اكسبرت أخصائيين من الخارج من فرنسا من إيطاليا من بلجيكا ومغاربة كذلك الأساتذة والأطباء اللي في القطاع الخاص كذلك كي يشاركوا فيهم على الأقل نوبة أو جنوبة في الأسبوع وهذا الشي كيمكن للناس يكون الأطباء ولا الممرضين باش يسيروا هاد التقدم ويكونوا دائما في مواجهة هذا المرض ومساعدة المرضى لهم وهذا هو المهم شو ربك في الجربة ديالك مصائح دين في الشباب اللي وقدين أولا في محاربة السرطان النصيحة الأولى وهو سرطان رئة هو واحد العداد الأمراض السرطانية لتدخين لتدخين فإذا ما الأفضل الشباب لا تدخين لأن العواقب لهم لا في الجسم كثيرة لا في عرق الدم لا على القلب لا على الدماغ وكذلك يؤدي إلى حالة السرطان بالخصوص سرطان الرئة والمتانة واللغانكس ثانيا النساء يريدون الطبيع متخصص في أمراض النساء لكي يكون لديهم الكشف المبكر الجوج السرطان وهو السرطان التالي بالماموغرافي على الأقل كل ثلاث سنوات من الماموغرافي وكذلك كشف المبكر على السرطان وهذا سهل لأنه الطبيب يدين المسح الجوجاجة وطبيب متخصص في تشريح في اللابوراطور في المختبر يقول ما هي خلايا التي تقريبها السرطان أو خلايا عادي وإذا كان لقادوك الخلايا العلاج سيكون سهل بحيث أنه لا يطلب هذه التجهيزات ومصاريف في الدكالة إذا كان السرطان في مرحلة الصفر في جراحة خفيفة تكفي هذا السرطان الذي يمكن أن يكون لهم الكشف المبكر والمغرب مع مؤسسسة الله سلم بدأ هذا الكشف منذ سنوات ولكشين لأنه نرى النتائج ونرى الحالات المتقدمة كثيرة ونرى ها ولكن قلت بكثير ونرى الحالات التي تأتي في البداية والعلاج سيكون سهل ونجاح العلاج مهم جدا العلاج تقرب من المواطنين من المدن البعد في المغرب مع مؤسسة الله سلم في مراكز الكشف المبكر في جميع المدن ونبقى يتبنون وكذلك مراكز العلاج اليوم تقرب من المدن الكبرى وكذلك يمكن أن يكون أسفي أول عيون في المركز الجديد كذلك الجميع لدينا في هذه المراكز وفي هذه الأعلاق وفي هذه الأخصائيين التي تكلفوا بهذه المراكز ومراكز الكشف المبكر لكونتهم مؤسسات للأسلمة موجودين كذلك في جميع المدن للصغيرة وللكبيرة وهذا تقدم مهم جدا بكتور تجربة كبيرة في هذا الميدان هذا كيف تحلل خطباء السباب الغير لا الأطباء يكون عندهم تكوينوا في المغرب الحمد لله المستشفيات الجامعية تكوين مزيان ويشوفوا ذاك المهنة اللي غادي يمكن ينجحوا فيها ويقوموا بها على أحسان وجه هذا هو المهم ويكون عندهم حسن الخلق حسن الخلق حسن الخلق حسن الخلق ويتهلوا في المرة لهم ويكون عندهم كذلك تكوين مستمر لأن الأمور كتبت البحث ويكون عندهم ويكون عندهم حسن ويكون عندهم في ميدان في ميدان العلاج في الأشعة قريبا 42 سنة ويكون كنت أعملت في فرنسا وفي المركز الوطني المحاربة السرطان سيد محمد بن عبد الله فاربات ومن بعد في مركز الكيندي حسن وماذا في مجرد العالم ما المغرب أعطتك الحق نحن 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 نجد نجد الجميع وليدرنا لا يستطيع أن تكون جميلة في هذه المعضة أحب الناس على دكتور أحب الناس كثيراً أحب الناس على دكتور شكراً 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 لكم على هذا الدور الذي تقوم به بتوعية المواطنين والحمالات التي تدرون لتجه الناس من الناس والمستفايات وتوعية المواطنين في أقرب وقت وهذا مهم جداً التوعية التي تقوم بها مهمة كذلك